أهلانا حبائنا مشاهدينا هل يقدر المسيح أن يخلق؟ طبعا عبر صفحات الكتاب المقدس سواء كان في التورا أو في الإنجيل نرى أن الله هو الإله الحقيقي وحده الإله الوحيد يستطيع أن يخلق واسمحوا لي في البداية أقرأ بعض الآيات في سفر التكوين الإصحاح الأول ورح أقرأ بعض الآيات مكتوب في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور في نفس الإصحاح في آية 26 مكتوب وقال الله نعم للإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا في الإصحاح الأول بيتكلم عن الخليقة عن الخلق وقال الله بيبتدي في آية واضحة جدا في البدء في البدء خلق الله السموات والأرض في سفر التكوين الإصحاح الأول والآية الأولى في البدء خلقه خلقه بصيغة المفرد إلهيم الله بصيغة الجمع فهنا نرى في الخلق الله الآب الله الإبن والروح القدس أو روح الله كان يرف على وجه المياه ثم في آية 26 مكتوبة نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ونخلي بالك في اللغة العبرية هنا ليست لغة التعظيم كما مذكورة في اللغة العربية فهنا الله الذي يتكلم الله بيعلن عن ذاته الله له وجود ذاتي الآب له وجود ذاتي ناطق بالكلمة بكلمته وحي بروحه فالله هو طبيعة واحدة جوهر واحد فيقول لنعمل بصيغة الجمع الإنسان على صورتنا هنا يتكلم الإله الأزلي خلق كل شيء لمجده كما هو مكتوب في إشعية 43 آية 7 بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته في إشعية 44 آية 24 مكتوب هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن أنا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي باسط الأرض من معي في إشعية إصحاح 40 مكتوب فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد أم عرفت أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعي ليس عن فهمه فحصه واضح أحباء أن الإله الأزلي خلق كل شيء خلقه لتسبيحه ولمجده كل الخلائق تسبح الله ويريد تقرأ مزمورة 148 بتشوف أنه كل الخلائق مذكورة بأسمائها تسبح الله خالق كل الأشياء خالق كل الأكوان فالله خلق العالم المادي والروحي ما يرى وما لا يرى لقد خلق وعمل كل شيء حسنا تكوين إصحاح الأول والآية 31 لقد خلق السماوات والأرض وكل ما فيها في ستة أيام ستة أيام فقط سفر الخروج إصحاح 20 والآية 11 كل أصفار العهد القديم أحبائي تتكلم أن الله هو الخالق كل الكتاب يسير بتناغم وانسجام تام من بداية الأيام إلى نهاية الأيام عندما يخلق الرب سماء جديدة وأرض جديدة ولكن ما حدث أحبائي حدث شيء مأساوي فدخلت الخطية إلى العالم بسبب تعدي آدم وحواء فاجتاز الموت إلى الجميع كل الصورة تغيرت كل الصورة تشوهت وحلت اللعن على الأرض وكما يقول في روميا الإصحاح التامن أن الخليقة كلها تئن إلى أن تعتق إلى أن يأتي يوم من الأيام الله رح يحرر حتى كل الخليقة والأرض من اللعن يعني إلى أن يطرح الشيطان في بحيرة النار عندها سيصنع الرب كل شيء جديدا كما يقول في رؤية 21 آية 5 وسوف يملك إلى الأبد وتصبح كل ممالك العالم للرب ومسيحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر